إلى الواجهة عاد ملف القرصنة الإلكترونية مع إطلالة الأزمة بين واشنطن وموسكو بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتحديداً وقعها على الديمقراطيين الإجراءات الأمريكية ضد موسكو اتخذت بعد تأكيدات على ضلوع الكريملين في هجمات إلكترونية عبر عملاء وشركات تابعة له أوباما توعد واتخذ إجراءات صارمة رد عليها الطرف الرسي بهدوء له أسبابه وخلفياته إلا أن الوضع برمته أثار الكثير من التساؤلات لدى المراقبين بشأن الحروب السبرانية التي تدور في الفضاء الإلكتروني وترقى إلى مستوى النزاع المسلح أو تجرى في سياقه والتكلفة السياسية لمثل هذه الحروب التي فتحت التكنولوجيا الحديثة لها الأبواب على مصراعيها بل باتت القرصنة الإلكترونية سلاح العصر الذي يضرب العالم شرقا وغربا بأهداف متفاوتة ونتائج كارثية وإذا كان هناك توافق دولي على اعتبار التهديدات السبرانية واحدة من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها العالم فكيف يمكن مواجهتها فعليا وما هي التعقيدات هذا الأمر؟ وهل تتأخر كثيرا التكنولوجيا في برمجة الحلول المطلوبة خصوصا وأنه أصبح وسيلة فعالة في تصفية الحسابات السياسية على الساحة الدولية؟ من مجرد سلوك منحرف من مراهقين ملاعين بالتكنولوجيا إلى حرب خفية بين الدول إنها القرصنة الإلكترونية التي تجوزت حدود التوقعات والجغرافيا ووصلت إلى حد التدخل في شؤون الدول من هذه المحاولات حصول الصين في عام 2014 على المعلومات الأمنية لعشرين مليون عامل في الحكومة الأمريكية وفي العام الماضي اتخذت القرصنة الإلكترونية بعدا جديدا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث اتهمت واشنطن الكريملين بأنه أدار عمليات قرصنة بهدف التأثير على نتيجة الإلكتراع من خلال اختراق حسابات أفراد ومؤسسات تابعة للحزب الديموقراطي الذي خسرت مراشحته هيلاري كلينتون لانتخابات أمام الجمهوري دونالد ترامب اتهمت النفاها عن روسيا مؤسس موقع ويكيليكس العالمي للتسريبات جوليان أسانج مؤكدا أن المرسلات المسربة لم يكن مصدرها روسيا وإنما من داخل الولايات المتحدة لكن ذلك لم ينفي وقوع عمليات قرصنة تظل مصدر إزعاج وخطورة على المجتمعات بقطاعاتها المالية والاقتصادية وتجارية أو ببنيتها التحتية المهمة كالمفاعلات النووية ومحطات الكهرباء وأمام الحرب الباردة الافتراضية بين واشنطن وموسكو أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية باراك أوباما فارض عقوبات على روسيا منها ترد 35 دبلوماسيا روسيا مع الاحتفاظ بتدابير أخرى للرد وعلى الجانب الآخر من الأطلسي لم تبتعد روسيا عن دائرة الاتهام بارتكاب أعمال قرصنة كان أحداثها تعرض منظمة الأمن وتعاون في أوروبا لهجمات إلكترونية اتهامة لها وجهاتها في ظل مراقبة المنظمة لاتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الأوكرانية والانفصاليين في الشرق الذين تدعمهم روسيا وكما هو متبع في الحروب التقليدية تعمل الدول الكبرى على تعزيز الأمن الالكتروني من خلال ترسيم خطوط عريضة لاتفاقيات ومناطق عازلة لمنع نشوب حرب إلكترونية علنية لا تقل تكلفتها المالية والاقتصادية عن المواجهات العسكرية لبرنامج هنا رياض شاري أنور والتعمق في هذا المحور الخاص بالقرصنة الإلكترونية وكيف أصبحت الحروب السبرانية أخطر أساليب تصفية الحسابات السياسية ينضم إلينا من القائرة مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية إيميل أمين والمهندس عادل عبد المنعم خبير في أمل المعلومات مساء الخير جميعا وأبدأ بسيد إيميل أمين يعني سيد إيميل هل ما شاهدناه من إجراء أمريكي بطرد السفراء أو طرد دبلوماسيين روس من واشنطن هو جزء من التكلفة السياسية التي جاءت نتيجة لهذا النوع من الحروب السبرانية نعم صحيح أتفق مع حضرتك في هذا الاستنتاج ما جرى وقيام باراك أوباما بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس نحن كنا نتوقع أن يكون الرد سيبرانيا أيضا أن يكون التهديد عبر المجال الإلكتروني وحتى الروس أنفسهم كانوا قد هيئوا أنفسهم لمعركة من هذا النوع يعني قبل نهاية العام المنصرم بأيام قليلة حذر البعض في الداخل الروسي من أنه ستكون هناك عمليات تخربية لكن جاء الرد دبلوماسيا على غير ما هو متوقع في كل الأحوال يبدو أننا أمام ما نسميه في لغة السياسة الكلاسيكية لعبة شطرانج إدراكية بين موسكو من جهة وبين واشنطن من جهة الأمر الأهم أن المسألة لا تختصر على قطبي الشرق والغرب اليوم تحدث جيمس والسي وهو مدير نافذ للاستغبارات الأمريكية في تسعينات القرن المنصرم وجه من باب جانبي الاتهام لدول أخرى غير روسيا أشار إلى الصين وأشار أيضا إلى إيران وقال أن ربما تكون هذه أيضا قد شاركت في هذا المشهد حتى الساعة إدارة دونالد ترامب لم تقطع بأي قول ترامب لا يرى أن روسيا قد قامت بهذا الفعل رغم أن البعض في إدارتي يتحدث عن ربما مشاركة روسيا في وقع الحال سيتسلم ربما الجمعة القادمة ملف كامل عن هذا الاختراق الذي جرى ببنى الانتخابات الرئيسية الأمريكية وسنرى كيف سيكون موقف الرئيس الأمريكي القادم نعم أنتقل لمهندس عادل عبد المنعم يعني مهندس عادل ما مدى صمود التقنية اليوم في مواجهة هذه البرمجيات أو هذه الحروب يعني نعرف الولايات المتحدة لديها تقدم تكنولوجي كبير جدا لكنها اليوم أيضا هي تحت طائلة هذه الهجمات وكنا قرأنا قبل يومين عن وجود أو العثور على برمجة أو برمجة يعني فايروس موجود في أحد الكمبيوترات الشخصية المرتبطة بشركة كهرباء ولاية فيرمونت الأمريكية مساء الخير على حضرتك وطبعا إحنا عندنا قاعدة أساسية في أمن المعلومات إنه مفيش نظام مؤمن مئة بالمئة وزي ما أمريكا وروسيا تعتبر من الدول القوية جدا أو من أكبر الدول الموجودة في العالم على مستوى التكنولوجي كذلك لا يوجد لديهم إمكانية التأمين الشامل أو الكامل وجود صغرة حتى لو كانت بتشكل واحد في المليون تمكن أي هاكر من اختراق هذه المنظومة لا شك بتهدد أمن قومي لدول يمكن أنا بقى أحيف لي الإعداد عند حضرتك على التقرير الرائع اللي بدأ بيه البرنامج وعايز ألفة النظر يمكن الكلام ده بدأ من زمان أولى الأحداث الجسام اللي حصلت في موضوع الحروب المعلوماتية ظهرت في دولة اسمها أستونيا عام 2007 لما أصيبت الدولة بشلل تام نتيجة هجمة معلوماتية قوية وكانت روسيا وراء هذه الهجمة تبعها بعد كده اختراق المفعل النووي الإيراني في عام 2010 بفيروس شهير جدا وهو ما أطلق عليه ستاكس نت وكانت الأصابع اللي اتهمتوا شير إلى تعاون أمريكي إسرائيلي في هذا الصدد يمكن من أكبر هجمات اللي حدثت بعد ذلك كان فيه هجوم على المملكة العربية السعودية متمثلا في شركة أرامكو وإن كان الهجوم محققش نتائق قوية ولكن الهجوم كان يهدف إلى تعطيل منظومة ضخ البترول أو النفط السعودي إلى الخارج وبالتبعية نحن لا نتكلم عن موضوع جديد ولكن نتكلم عن موضوع أصبح النهاردة التحديث فيه أمر يومي يعني زي ما بنقرأ كل يوم كده الأخبار اليومية ومستحدثات الأمور اليومية بقى لدينا اختراقات أيضا يومية يمكن أن الآخر ستة أشهر شهدت نوع من الصراع دخل إلى مراحل خطيرة جدا في خلال ستة شهور اللي فاتت فقط تم اختراق أحد المفاعلات النووية في ألمانيا وتشفير ملفات الإعدادات الخاصة بإدارة المفاعل عن طريق الهجمات التقنية التي يسمى الرانسموير أيضا تم اختراق منظومة الأحوال المدنية في تركيا بالكامل وتم نشرها على الإنترنت قريبا سمعنا على اختراق شركة ياهو وتسريب مليار حساب بكلمات السر الخاصة بيهم وحتى بالأسئلة اللي حضرتك بتستخدمها عشان تعيد كلمة السر فهو للأسف على الرغم من الإمكانات التكنولوجية الهائلة لدى الدولتين روسيا وأمريكا إلا أن تظل المشكلة التكنولوجية زي ما يقول كده بلفظ باللغة العامية ملهاش كبير ليوجد إمكانية أن دولة تتدعي أنها تستطيع تأمين معلوماتها مئة بالمئة من أحدث الاختراقات أيضا اختراق منظومة الكهرباء الزكية في إسرائيل وده جاء على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي وقدت إلى تعتيم بعض المناطق في إسرائيل لعدة ساعات متصلة سبقها أوكرانيا اتطبحت الفكرة مهندس عادي يعني الأحداث أصبحت متسارعة جدا ويمكن برضو أضم صوتي لأستاذ إيميل في قصة موضوع أن الاختراق مش فقط جاي من روسيا برضو أنا متفق تماما في موضوع أن الصين قد يكون لها يد وأحب برضو أوضح نعم دعني أنتقل سيد عادل إلى سيد إيميل سيد إيميل يعني على المستوى السياسي هناك خشية في داخل أوروبا اليوم على عام 2017 وعام انتخابات في ألمانيا وفرنسا وأعتقد إيطاليا هذا العام أيضا هناك خشية من تدخل روسي في الانتخابات هذه والعبث ربما بسجلات الناخبين هل نحن اليوم بصدد التحضير لصراع ربما أو لأزمة سياسية بين أوروبا وروسيا يعني يا عزيزي الأزمة قد تكون قائمة قبل أن تكون قادمة في ذات الوقت هناك الآن حديث عن أحزاب سياسية يمينية عديدة وطيار يميني أصولي أوروبي يتصاعد في السماوات الأوروبية ويلتقي ذهنيا مع الفرضية الهينتينجتونية فكرة صراع الحضارات بمعنى أن هناك حلف يطالب بالانضمام إلى فلاديمير بوتين إلى السياسات الروسية ربما في وجه قوة أخرى منها الصين منها العالم العربي والإسلامي نعم الآن لدينا طيارات يمينية في ألمانيا في هولندا الانتخابات الرئاسية الفرنسية قد تكون الانتخابات القادمة إذا لم يفوز رئيس الوزراء فرانسوا فيون وهو يمين وسط يمكن القول وليس يمين متطرف ربما يكون الوضع أهوم لكن إذا فازت ماريان لوبان رئيسة الجبهة اليمينية سيكون الوضع كارسي نعم هناك احتمالات بالفعل الآن إذا تكرر المشهد أولئك الذين يمكن أن نطلق عليهم الذين لعبوا في الملفات الخلفية للانتخابات الرئاسية الأمريكية حكما وحتما هناك من تلاعب بالعملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية من خلال اختراق الملفات الخاصة لجون بوديستا وهو قائد حملة هيلاري كلينتون وبرئيسة الحزب الديمقراطي ثم بإيميلات هيلاري كلينتون نفسها هذا الطرف الخفي هذا الإكس الذي لا نعرفه بدقة متناهية حتى الساعة قادر بالفعل أن يؤثر في موازين القوة فإذا جاءت لوبان وإذا صعد بغيدا وإذا رأينا خيرات فلدرز في هولندا فنحن أمام مشهد كارسي بالفعل مشهد يباعد بينه وبين التنوير والنهضة الأوروبية الحقيقية لصالح ظلمية التيارات اليمينية التي تميل إلى الفاشية أو النازية كل الاحتمالات واردة كل الاحتمالات مفاتحة الأمر أيضا لا يختصر على أوروبا ربما يتصل أيضا بشمال إفريقيا ربما ينعكس لاحقا على العالم العرب نعم مهندس عادل لماذا الولايات المتحدة هي من تشتكي عمليات الاختراق إلى المنظومة سواء الخدمية أو على المستوى السياسي لماذا لا نسمع شكوى الصينية على سبيل المثال أو شكوى روسية أو ربما شكوى من أي مكان آخر دائما نسمع أن هناك شكوى أمريكية من عملية النفوذ إلى الشبكة الإنترنت في دقيقة لو سمعت تماما حقول الله حضرتك هو في ملاحظة في استلاح تقني اسمه هاكتفزم هاكتفزم اللي هو الهاكنج لغرض سياسي أو ديني يمكن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في عدد كبير جدا من السياسيات على مستوى العالم سواء في الوضع الإقليمي أو الوضع الدولي ده بيخلي أعداء الولايات المتحدة عددهم أكبر لا شك في ذلك النقطة الثانية أنها دولة عظمة وبالتبعية الكثير من الدول ترغب أن تنال منها النقطة الثالثة أن حجم مايكانة النظم وحجم الأوتوميشن داخل الولايات المتحدة الأمريكية عالي جدا كلما تقدمت الدولة في تقديم خدوات إلكترونية وكلما كان الميكانة زي ما بنقول باللغة العربية نسبتها في المجتمع أكبر كلما سهل اختراق هذه المنظومة أو كانت مساحة السفحة المعرض للاختراق أكبر حضرتك النهاردة عندك طائرات بدون طيار أو عندك نظام إشارات مرور يدار بشكل إلكتروني أو عندك محطات كهرباء ذكية كل دي عبارة عن مساحات تتيح صغرات أكبر لما يؤدي إلى إمكانية أن الهاكرز الذين لا يقلوا جهدا 24 ساعة تقريبا في اليوم بيبحثوا على صغرات جديدة بيحاولوا يختاروا كل منظومات دي أحيانا بغرض الاتزاز وحيانا بغرض العقاب السياسي إذا استطلحنا على فزمية التزاز تضحت الفكرة سيد عادل عبد الملعب شكرا كنت معنا في هذه الحلقة أيضا شكرا لك سيد إيميل أمين من القاهرة اشتركوا في القناة